مرحبا جميعا معكم أليف جيم اليوم رح نكمل باقي النهايات للعبة ديت بليت للمتابعين الجدد رح أترك لكم رابط الجزء الأول في التعليق المثبت بنصحكم تشاهدوه قبل هذا المقطع أما الآن خلينا نشوف النهاية الملحمية للعبتنا لليوم أثناء عملنا في اليوم الأول والثاني لا يوجد أي أحداث مثيرة للاهتمام الدوام هادئ لكن يوجد محادثة مضحكة في اليوم الأول إذا أزعجنا فينسنت أكثر من مرة إذا شعرت أن الأمور بطيئة من المحتمل أنك نسيت شيء ما أبقي احتياجات الزبائن في ذهنك إذا لم تستطع تنظيف الأطباق تأكد من سلة المهملات على الأغلب عليك إفراقها إذا جاوبت على أسئلة الزبائن بشكل صحيح فإنك ستحصل على بقشيش إضافي اسمع أنا أعرف أن هذا يومك الأول لكن ليس عليك أن تعتمد علي كل هذا القدر ماذا تريد يا رودي؟ أنت قولت أنه يمكنني التكلم معك هنا في أي وقت ليس التكلم قولت اسألني إذا احتجت شيء فهمت رودي؟ أعتذر أعتذر ستوقف عن إزعاجك لليوم جيد في اليوم الثالث أثناء تفريغ رودي لسلة المهملات يجرح نفسه مما يغضب فينسنت منه فيصفعه قبل أن يقوم بتضميد الجرح في اليوم الرابع رودي يدخل المطبخ ليشاهد فينسنت وهو يوبخ أحد الطهى بطريقة قاسية جدا أشبه بتهديد بالقتل ويتحدث بعدها رودي مع فينسنت لنكتشف أن رودي يعمل من أجل جمع المال من أجل حبيبته منون وأن فينسنت مكرس حياته بالعمل في مطعمه وغير مهتم بأي علاقات في اليوم الخامس يكتشف رودي أن فينسنت فقد حاسة التذوق في سن صغيرة وأن طعامه المفضل هو الليمون وفي الليل يتسلل رودي لمكتب فينسنت ليصدم برؤية صورة لفتاة مع فينسنت ورسائل حب موقعة بحرف الميم جميعها ملقاة في سلة المهملات في اليوم السادس بعد انتهاء رودي من عمله ورجعه لشقته يسمع صوت رنين الهاتف مرحباً مانون هل هذا أنت؟ عفواً فينس أعتذر بخصوص هذا ظننتك لا تهتم هل هناك شيء؟ هل أنت متفردة الليلة؟ ها؟ أنا سأقيم حفلة عشاء في شقتي وأريد أن أرى إذا كنت تستطيع القدوم أوه لهذا سألتني إذا كنت متفرد ضخضة أنت تدعوني أنا؟ هل هذا نعم أم لا؟ نعم سأأتي لكن قبل ذلك أريد سؤالك عن شيء دعال الآن ولا تتأخر سأسأله عندما أراه إذن أشار أني ذاهب باتجاه فخ ربما علي أن ألغي الفكرة وأقول له بدعاً همي تعرضت لحادث أو شيء من هذا القبيل يا إلهي لقد وصلت مرحباً لقد وصلت واو أنا سعيد جداً أني هنا ولست في مكان آخر في هذه الليلة الجميلة لا داعي لي أن تمثل أنك متحمس ادخل حسناً المعبرة واو هذا البيت يشبه دوقك في التصميم الداخلي لا يتظير على ما أعتقد دخداً أين الجميع؟ ظننتك قلت أن هناك حفلة عشاء الليلة يوجد حفلة إذن لماذا أنا الضيف الوحيد هنا؟ ضيف؟ أجل أنا من مفترض أن أكون ضيفك أليس كذلك؟ لا أنا أحتاج شخص حتى يقوم بخدمة الضيوف حين يصلون دخداً أنت تصلت بي من أجل العمال؟ الأطباق على طاولة المطبخ اذهبوا أحضرهم حتى تقدموا عمل الضيوف حين يصلون إلى هنا اسمع، أنا أعمل لديك لكني لست كلب أليف لك ثم أن هناك شيء أريد سؤالك عنه لابد أن الضيوف وصلوا، ماذا كنت تقول؟ خاصة عن لا بأس هذا هو بيت فينسنت طبعاً كل هذا قاعد بيحكي أنه عندي كرات البيت الخاصة في فينسنت كنت بحكي أنه قداش الأمر محرج أنه رودي كان يفكر أنه ضيف بس فينسنت حاكي معه عشان بس يخليه يخدم الضيوف عنده الليلة بالحفلة كلما أسرعت، كلما كان هذا الأمر أقل إزعاجاً من الجميع طبعاً فرق شاسع بين شقة رودي وشقة فينسنت طبعاً فيه جواز الطهو محطوطة بين الكتب على الرفوف فينسنت هو شخص معروف في عالم الطهاء والشيفات طبعاً بيته كله لوحات شجرة ليمون يبدو أنها النبتة الوحيدة على قيد الحياة في الشقة رودي بيحكي أنه بالطبع أنه فينسنت هيختار هاي النبتة من كل النباتات لأنه فينسنت ما بعرف يضوق إلا الليمون طبعاً هذا هو مطبخ فينسنت برضو فرق شاسع بينه وبين رودي كم الأشي مرتب كأنه بحب اللون الأحمر كثير حتى في المطعم الدكورات مختار فيها اللون الأحمر طبعاً هاي هي الأطباق اللي هنقدمها للضيوف طبعاً من شكلنا هناخد طبق طبق واحد واحد فيهم ووهوه وصل الضيوف ما بل هذه النظر على الأذراب ينتظر طبق آخر ليلفت انتباهك يبقى ما عجبه هذا الطبق خلين نشوف شخص آخر ممكن يعجبه أجل أرغب بواحدة من من المفترض أن تكون أم؟ طبعا الضيف قعد بسأل رادي عن هويته فممكن نحكي له أنا نادل أنا شخص مذهل جدا أو أنا صديق فينسنت حابة أشوف لو رادي حكى عن حاله صديق فينسنت شو ممكن تكون ردة تفعل هذا الضيف حسنا سأعترف تلك كانت كذبة أعتبر بخصوص ذلك أنت فعلا سيء بالكذب مهما كنت أنت لابد أن فينسنت يائس حتى يستخدم شخص مثلك أو أنك تروق له فهو في العادة لا يقوم بدعوة أشخاص بمستواك ماذا تقصد بقولك شخص مستوي؟ طردنا يا للإزعاج طبعا أنا متوقع هذا الإشي لأنه فينسنت شخصية ما بتختار الناس اللي حواليها إلا بطريقة شديدة فينس هناك شيء يجب أن أن تقدم الطعام للضيوف أجل افعل ذلك مزعج أعتقد أني سأسألهم رددان بعد أن انتهي من هذه المهمة فينسنت مش معتينا أي مجال إنه نسأله هذا الشاب كان يخدق به منذ فترة لماذا يبدو مألوف؟ هل يمكن أن يكون؟ لا 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 مستحيل غلق رودي بيحكي إنه هذا الشاب مألوف إله يمكن بيعرفه من مكان ما برضو ما أعجبه هذا الطبق هنا نجيب الطبق تاني ونحاول نقدمه لباقي الضيوف اللي بعده أخذنا طباق الجبنة دعني أخذ واحدة كيف تعرفت على فينسنت؟ حسنا بسألنا كيف تعرفت على فينسنت ونحكي من خلال العمل من خلال المطعم أو من خلال صديق برضو نفس الإشي حختار الخيار رقم ثلاث إنه أنا تعرفت على فينسنت من خلال صديق هل تقصد حبيبة فينسنت الجديدة؟ حبيبته؟ في الحقيقة لسنا متأكدين من الأمر أنا وماريس كنا نراهن بعضنا إذا هي فعلا حبيبته أم مجرد جرو جديد يدعوها تلحق به هل ذكر اسمها قبلا؟ لا أذكر ثم إنها مجرد إشاعات كيف شكلها؟ ماذا كانت ترتدي؟ يا للهول أنت حشري هل تشعر بالغيرة؟ في الحقيقة حسنا ماذا عنك؟ أين التقيت به؟ من خلال الجامعة في الجامعة؟ كيف كانت شخصيته حينها؟ لا فرق كبير عما هو الآن كان أكثر هدوءا وأقل قصوة ماذا تعني بأقل قصوة؟ ألا تعتقد أنك تسأل كثيرا ماذا تظن أن فينسنت سيشعر إذا علم بأسئلتك هذه؟ مشكلة الأمور صارت تصير أكثر إثارة للاهتمام يعني هل فينسنت بتلاعب في هاي البنات اللي صورتها مرمية كانت في سلة المهملات؟ وليش رودي مهتم كثير في الموضوع؟ أوكي الطبق اللي بعده ماذا يوجد في هذا الطبق؟ إذن ما الذي تفضلها بطعام الشيف؟ هلأ بسألنا ما الذي نفضله بطعام الشيف؟ عندنا الأجوبة منظره إحساس الطعام أو طعمه طبعا من هاي الاختيرات برضو رقم ثلاث يمكن أنا كلهم تلعوا معي رقم ثلاث بس بالنسبة لي رودي بحسه ما بعجب طعم الأكل الخاص في فينسنت لأنه علقها هيك بالفيديو الأول إذا بتذكره خينا نجرب له إنه كذبنا وحكينا إنه ما الذي نفضله بطعام الشيف هو مذاقه ما به طعمه؟ في الواقع سأكون صادق طعامه جيد لكن مذاقه يبدو مصطنع طعمه كأنه مطبوخ يناسب ذوقه هو فقط كأنه ليس مطهول الآخرين هل فهمتني؟ أليست وظيفة الشيف هي أن يطهو ما يناسب للآخرين؟ هل ما أقوله مفهوم؟ لا، ليس مفهوم على الإطلاق أليس هذا ما يجعله الشيف عظيم؟ لا تهتم صوتك عالي بالمناسبة أنت تعرف أن الشيف يستطيع سماعك أليس كذلك؟ لخذا، هل يستطيع؟ رودي، هل هذا أنت؟ ماذا؟ من قال ذلك؟ لقد عرفت أن هذا أنت حقاً أنا ريتشارد، من نفس محاضراتك من محاضرة الاقتصاد، هل تذكرني؟ أنت كنت تدرس تخصص الضيافة أيضاً صحيح، صحيح، لا أذكر أيها من جامعة جيداً لم أعد أراك، هل غيرت التخصص؟ في الحقيقة نعم، هذا العقم هذا الشاب كان صديق رودي، أو ليس صديقه، كان زميله في الدراسة في الجامعة فهلأ بيحكي لرودي إنه لماذا لم أعد أراكا يعني في المحاضرات فهل من جاوب إنه تركت هل تركتوا الدراسة يعني أو أصبح لدي مطعمي الخاص أو أنت تعتقد أني شخص آخر طيب هاي المرة ما هختار رقم ثلاث هختار إنه نواو إنه أصبح عندي مطعم فاخر وجديد طبعا كذب بس عشان يتفاخر قدامه لهذا الشاب أوه واو ألي هذا تقوم بتقديم الطعام في حفلة شخص آخر أنا أقوم بمساعدة صديق هاهاها هذه جديدة علي هل تحاول أن تعوض عن شيء ما أو شيء من هذا القبيل هل تعرف يا رودي أنت ما زلت كما أذكرك لا أنا أنا لست لكن من مفاجئ رؤيتك مجددا هنا لكني أود حقا أن أعرف كيف انتهى بك المطاف بالعمل لدى الشيف شاربونيو هل جلست على ركبتك لتترجى أريد الذهاب لقضاء حاجتي المعذرة أريد قضاء حاجتي بشدة الآن كان بإمكانك القول أنك تريد الذهاب لدورة المياه حسنا وداعا هل يمكننا أن نتحدث الآن ما الخطبك فجأة حسنا ماذا تريد كيف تعرف منان من منان التي صورتها كانت في مكتبك التي كانت ترسل لك الرسائل حبيبتي هل أنت متأكد أننا نتحدث عن نفس الفتاة رأيت الصورة فالطبع أنا متأكد لأن منان تلك قالت أنها قبل أسبوع حجرت شخص فوضوي شعره أحمر مثير للشفقة لهذا لا يمكن أن تكون هي نفسها حسنا أجل لكن ابقى خارج مكتبي رودي أوه طلعت عن جد حبيبة رودي اللي صورتها كانت في مكتب فينسنت أوه هلأ السؤال الأكبر لماذا تركت رودي مدام رودي بيهتم فيها لها الدرجة وكمان ليش فينسنت رامل الصورة في سلة المهملات طبعا عادينا منفتش عن أي شيء ممكن يفيدنا في بيت فينسنت ممكن نلاقي آثار الدنة على منان طبعا فينسنت حاول ينكر انه هاي لا مش نفس البنت اللي انت بتحكي عنها يا رودي بس مستحيل رودي يكون مخربط يعني أكيد هيعرف صورة حبيبته إذا شافها طبعا هاي هي غرفة فينسنت وعدين مندور على أدلة آه أخذنا مفتاح لفريزر هل تبحث عن شيء محدد؟ آه أم أنا كنت آه كيف ننطلع حالنا من هاي الورطة بحكينا فينسنت شو قاعد بتعمل هون يا رودي نحكي له أنه جينا ناخد قيلولة آه أنا أبحث عن المرحاض أو بدور على مكان أنام فيه خليني أختار الخيار الأول إنه أنا جيت هون عشان آخذ قيلولة بأعتقد الخيار عاد مضحك شوي في غرفتي آزل وعلى سريري آآ آزل على الروم أنه كان بمقدورك الذهاب لبيتك بدلا من هذا اسمع هل التفاصيل حقا مهمة؟ أعتقد لا لم يعد عليك خدمة الضيوف بعد الآن تعال آآ خلص لا بقولنا إنه ما مقدرش هلا أنظلا نخدم الضيوف ومقدر نطلع أين ذهب الجميع؟ الحفلة انتهت ماذا؟ ها ليس الوقت مبكرا؟ طرأ أمر ما؟ هل كل شيء على ما يرام؟ فينس؟ من الأفضل أن تذهب للبيت لديك عمل في الصباح الباكر يوم دوامي الأخير أشكرك على الحفلة على ما أعتقد تصبح على غير فينسنت تصبح على خير راديه لقد تصبح على طريق بغير في الصباح وطبعا بعد ما أخذنا مفتاح الفريزر دعنا نتوجه على طول على ونرى ما مخبيه فينسنت أوكي الوضع مبين عادي يا إلهي أوه قلادة عليها صورة رودي وحبيبته مانان مانان هو 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 من وين طلع ماذا أوه رودي طبان 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 هو يا الهي يا الهي خلينا نحاول نقاوم الحبال مربوطة بشدة لا أستطيع الإفلات الخيار الوحيد لدينا المقاومة فقط يوجد منشار لكن لم أستطيع الوصول له وذراعي مربوطة هكذا تبان لا يوجد معي شيء يمكننا نقطع أو حرق الحبال به آه مففوضش ترينا عن الكبريت ابتعد عني لا تقترب أكثر توقف توقف إهداء ليس عليك فعل كل هذا يمكنك أن تتوقف الآن مهما فعلت سينتهي بك المطار في نفس المكان في النهاية في الحقيقة هل تعلم ماذا ربما إذا كنت سريع بما يكفي ستتمكن الخروج من هنا حتى أني سأعطيك 15 ثاني لتنطلق قبلي حقا ستفعل ذلك هل تعني ذلك حقا بالطبع انتلق هيا انتلق فينسنت عطانا 15 ثاني حتى نقدر نهرب والطريقة الوحيدة اللي منقدر نتحرك فيها هي زي الدودة بسرعة 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 قربت قربت آه وصلت أفيرا أنت حتى لم تبدل مجهود لتسرعة بالحرب حتى عندما كانت حياتك تعتمد على ذلك يا لخيبة الأمل آه ما نحسبت قضى علينا فينسنت ما أعتقدش أنه أصلا بنقدر نهرب خلال 15 ثانية يعني أدمحا ولت ما أظن آه طلعا المنطعم صار شتوي واو عم قلي فهمتوا أنه بكل الأحوال فينسنت كان ناوي يقضي على رودي أوكي هاي المرة خليني أشتري أعواض الثقاب حتى نقدر نحرق الحبال ونهرب من هذا المكان هاي المرة رح أستخدم أعواض الثقاب حتى نحرق الحبال هلأ لازم نلاقي طريقة نخرج فيها من هذا المكان طبعا احنا بفريزر يعني المكان بارد جدا هون لنقلمس هذا بحكي رودي طبعا بحكي عن اللحمة فكرها بالأول أنها ممكن تكون لحمة بشر بس يبدو أنها لحمة عادية طبعا خليني نبحث عن أي شيء ممكن يساعدنا لا يوجد شيء مفيد على الرفوف ولا أستطيع التسلق الأعلى يعني بده يطفي المكيفات اللي فوق بالرفوف طبعا أخذنا كياس الطحين هلأ مقدر نوصل للمكيفات الجو بارد جدا يجب أن أجد طريقة لإيقاف المراوح محتاجين شغلة ممكن نحطها داخل المراوح حتى نوقف عملها طبعا هاي مواد تنظيف هنا في عنا زيت ألي أو زيت طهو مكونات وزيت طهو في هاي المنطقة فقط في عنا زر تشغيل على أغلب المنشار قطعنا اللحمة وحصلنا على عظمة أوكي هلأ ممكن نحطها داخل المكيفات عشان نوقف عملها ممتاز هلأ صار أسرع رودي لأنه الجو صار أدفع هينكسر النافذة حتى نوصل لمقبض الباب خرجنا أوه احنا هلأ بالليل احنا تركنا كل هاي الفترة داخل الفريزر الباب مغلق في صحن على الكاونتر مكتوب عليه صحن ميت طبعا هاي غريل ستيك هاه فينسنت اسمع، ربما يمكننا أن نتكلم حيال الأمر انتظر، لا تقترب أكثر انتظر، انتظر، انا لا أعرف حتى ما أقول لك كيف أمكنك التفكير بعمل طعام من هل كل شيء تطبخه هو؟ هل تسمع نفسك ماذا تقول؟ بالطبع لا، ذلك سيكون مقرف، أنا مستحيل أن أقدم ذلك في مطبخي لكن، لكن إذن، لماذا هي، إذن، لماذا، لماذا فعلت ذلك؟ ما السبب الذي جعلك تقضي عليها؟ لم أكن أخطت أن أكون أنا الشخص الذي سيأكلها من؟ من كان سيأكلها إذن؟ ماذا فعلت لك؟ ماذا فعلت حتى تقوم بالقضاء عليها؟ بسببك أنت، آه، أنت كان من مفترض أن تستمتع بذلك الطبق ماذا؟ الطبق، كان من أجلك أنت، لكنك رفضت أن تأكله، والآن قد ذح بسده آه، إنه لم يكن من أجلي أنا فينسانت، هذا جنون، أنت تعرف ذلك، أليس كذلك؟ ثم أنت، لم تخبرني ما هو طعامك المفضل لماذا أنا أذني، أنت أكلت أذني؟ لا تمدح نفسك، على الأضرب مذاقها كان سيكون أفضل لو كانت مطبوخة أنت تأكل البشر؟ لا، لا أتيق الأكل، مهما كانت المكونات، مهما كانت الوصفة، كل شيء طعمه مشابه لي لا طعم له، ذلك يجعلني أشعر بالقرف لكن باستخدامك، باستخدامك أنت، ربنا سوفا لا، بلش يلحفينه، آه، آه، مجنون، فينسانت، ابعد، آه، آه، الباب مسكر، لا، بسرعة بسرعة خلينا خرج من هذا المكان بسرعة الباب الرئيسي ما أسرعه آه آه هكذا آه، أقتلنا و صحبنا بعضها عند فريزر حسن، ذلك أرجع مرة أخرى، و هذه المتصر بحقينا نحاول ليلموت منذ متى وأنت تعرفها؟ أنت لم تجاوبني كيف تعرفت عليها؟ لا فائدة من مخاولة تفادي السؤال الآن صحيح؟ لم يبقى شيء لإفاعه لم أعرفها منذ وقت طويل تعرفت عليها قبل طلبك للعمل هنا بوقت قصير هي أظهرت اهتمامها بي لكني لم أبادلها نفس الاهتمام كان من الواضح أنها تريد بناء علاقة جديدة وتنسيها جروح علاقتها السابقة بعد أن سمعت بكاءك وقصتك المتباكية عليها ليكون أكثر تحديد عندما أظهرت كما أنت تحتاج لها وكم أنت ضحيت هذه الفتاة حينها أدركت أدركت أنها ستكون جزء من وصفتك التي كنت تبحث عنها وأنت حتى لم ترضى بتذوقها هل كنت مهتم بها؟ كانت تبدو سعيدة بتلك الصورة معك الصورة التي كنت برميها في القمامة في مكتبك كيف أمكنك؟ هل كنت تهتم بها أصلا؟ لا إذن كل هذا مجرد لعبة مريضة بالنسبة لك؟ أنت لم تكن تحبها أصلا؟ لكن أنت كنت تحبها ها؟ أنت كنت مهتم بها جدا هي حتى لم تذكرك إطلاقا أنت أحببتها وعلى الأغلب ما زلت تحبها على الرغم من استحالة أن ترد هي لك نفس الحب لا تقل هذا لا تفعل لقد ألهمت لطالما أخبروني أني لا أطهب حب هذه ملاحظة عاطفية ولا معنى لها في عالم الطهي أنا شايف مختلف ولست والد وعد الطعام لأطفالي لكن أظن أني فهمت ماذا يقصدون عندما عملت أنت هنا أول مرة ماذا عن ذلك الطاهي؟ يا إلهي أنت تفعل هذا مع كل موظفيك؟ لهذا لديك عدد قليل منهم كما هو مكتوب في المشلة؟ ماذا؟ ذلك الطاهي لقد اختفى فجأة يا إلهي أجل اختفى لأني تردته لماذا لم تفعل ذلك معي إذن وتتردني؟ لماذا لم تستقيل؟ لأني لأني كنت أفعل كل هذا من أجلها أنت تعرف ذلك أنت كنت تعرف ذلك جيدا آه كيف يمكنني أن أنسى ذلك؟ وهي كل ما أنت تتحدث عنه لا أعجب أنها تركتك أنت مرهق أصمت طبخك يقرفني أنا لا أصدق أنك كنت تخطط لإطعام شيء كهذا الحمد لله أنني لم أتناول أي من الطعام الذي كنت تعطيني إياه أنت لم تكن تأكله؟ أجل كل الأطباط موضوع في ثلاجتي لا أحتاج لأجربهم لكي أعرف أن طعمهم لا يشبه الطعام الحقيقي أنت كنت دائما تجعلني أفقد شهيتي الآن أنا أعرف السبب الآن أنا أعرف السبب ألا تشعر بالندم؟ لماذا علي ذلك؟ أنت الذي طلبت هذه الوظيفة أنت مريض؟ أنت لن تشعر بالرضا أبدا فينس اسمع فقط اسمعني إذا إذا كل شيء آخر لا طعم له بالنسبة لك ما الذي يجعلك تظن أني سأكون مختلف؟ إذا كنت تفعل كل هذا حتى تستطيع التذوق مرة أخرى ماذا ستفعل إذا اكتشفت أني مثل الأشياء الأخرى؟ ستكون قد قضيت عليها ستكون قضيت علي بدون سبب هل أنت مستعد لتحمل العيش مع هذه العواقب؟ إذا كانت هذه فكرتك المحاولة تجعل نفسك سعيد فأنا لا أظن أنك ستشعر بالرضا أبدا ننوصل لمكتب فينسس لأنه هو المكان الوحيد للحد الآن ما دخلنا عليه زجاجة مكسورة حصلنا على السلاح اللي حنواجه فيه فينسس أوكي مستعدين آه 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 أخليل آه آع آه أعين فينسنت ما زالت تلحق بنا فينسنت لسه علاقية الحياة هيا نخرج من هذا المكان بسرعة اوه لازم ننتقم طبعا بيحكي عن هذا الصحن هذا هو حب حياتي فينسنت طبخ مانون وعملها طبق عشان رودي كان مفروض انه يأكله يا الله النهاية دموية جدا بعتقد انه رودي هون اعصابه وفقدها بالكامل زيت اوه هل ممكن انه يصير اللي بالي هل رح يعملها رودي اهلاً الآن هلاً محاً توقيت نحن مع توقيت وقت 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 يا إلهي شو هالنهاية هاي ما توقعت هايك وهالقسوة هاي لا أظن أني يمكنني البقاء معك أكثر ماذا؟ الأمر كثير بالنسبة لي وبالمقابل ليس كافي في جوانب أخرى أنا لا أفهم نحن كنا اعتقدت أن أمورنا كانت تسير على ما يرام ماذا حدث؟ لم يحدث شيء رودي فقط أعطيني بعض الوقت أنا أبحث عن عمل سأجمع بعض المال سيمكننا الذهاب لمكان أفضل عايتك رودي هل ذلك بسبب شقتك؟ أنا أجمع المال من أجل الحصول على بيت أفضل حقا الأمر لا يتعلق بالشقة أو بالمواعيد التي نذهب إليها الأمر يتعلق بأنني لا أستطيع مشاهدتك وأنت تدمر نفسك من أجل أن تجعلني سعيدة هذا الأمر يرهقني لكن أنت لست جاهز للارتباط أنت تقتل نفسك من أجلي لا أستطيع أن أدعك تصرف أموالك على شخص أنت لا تحتاجه أنا أنا أعرف أن نيتك جيدة وأنا ما زلت أحبك أنا أحبك حقا لكن إلى أن تتعلم أن تهتم بنفسك فهذه العلاقة لن تسبب إلا الضرر لكلانا وأنا سأراك في الأرجاء يا رودي طبعا المطعم بالنهاية هاي سدمر كليا ما أتوقعت أنه رودي يقدر عن جد أنه يقضي على فينسنت هل فينسنت هل فينسنت يستحق هذه النهاية طبعا لأنه بالنهاية قتل إنسانة بريئة هي منون وهلأ أعرفنا ليش منون تركت رودي لأنه رودي كان يعني يدمر نفسه حرفيا عشان بس يجعلها سعيدة يعني كل حياته كانت متعلقة في منون تدور حول منون فقط منون شافت إنه هذا الشيء رح يسببه بدمار رودي عشان هيك قررت إنها تبتعد عنه عشان يقدر رودي يحسن حياته للأفضل نهاية رائعة جدا ومأساوية مش عارفة شو أحكي لكم القصة كانت عن جد ملحمية جدا أوكي خليين أحكي لكم أنا رأيه بالنهايات وبعدها أنتم ممكن تتركوا لي أراءكم في التعليقات ونتناقش في الموضوع بالنسبة للنهاية الأولى إنه هل منون كانت تهتم في رودي أو هي كانت تستغله يبدو أن منون فعلا كانت تحب رودي لكن لما شافت رودي قديش مهووس فيها ممكن نحكي إنه عالمه كله متحور حول منون وإنه قاعد بيدمر نفسه وإنه قاعد بهلك حاله وبرهق حاله فقط عشان يجعل منون سعيدة بدون ما يهتم في نفسه هو شافت إنه هذا الشيء ممكن يدمرهم ممكن إنه يدمر صحة رودي وحياة رودي فقررت الإبتعاد عنه حتى يقدر رودي إنه يرجع يبني حياته بشكل طبيعي بالنسبة للنهاية اللي بموت فيها رودي اللي هو فينسنت بيطر رودي وبسحبه على فريزر ما أعتقد إنه هاي هي النهاية الحقيقية وإنه حتى لو فينسنت أكل رودي ما رح ترجع له حاسة التذوق لأنه هذا كله بس خيالات في عقل فينسنت هلأ النهاية الرابعة واللي هي باعتبرها هي النهاية الحقيقية فينسنت بيشوف حب رودي لمنون وقديش إنه رودي متعلق في منون ومستعد يضحي بحياته من أجلها في المقابل فينسنت حكوله إنه أنت بتطبخ بدون حب ما فيه يعني فيه طعم مفقود في طعام اللي أنت بتعده فينسنت ما بقدر يعطي شغلة هو مش بملكها هو بملك الحب أو ما عنده أحاسيس الحب فباعتقاده إذا خلى رودي يأكل منون بعدين هو يوكل رودي هذا رح يرجع له حاسة التذوق ومن خلال ذلك رح يجعله شيف بيرفكت شيف مثالي طبعا هذا أنا رأي الخاص طبعا مهمني أسمع عراءكم بالتعليقات حابة كمان أشكر كل الفنانين اللي بيبعثوا لي رسماتهم على إنستجرام أو بعملوا لي تاج على اليوتيوب شكرا كتير لكم بحبكم كتير بشوفكم بالفيديو القادم باي